كل يوم بتتطور الأحداث بشكل سريع جدا في مصر وما زالت لجان تقصي الحقائق بتقوم بدورها لاكتشاف الحقيقة وراء اللي حصل مبارح عقد وزير الداخلية مؤتمر صحفي لتوضيح ملباسات كارثة بورسعيد وهنشوف وحصل أمور سياسية كتير جدا في البلد الفترة اللي فاتت وهيكون معنا نهاردة دكتور أشرف الصباغ الكاتب والإعلامي مشرفنا نهاردة في نهارك سعيد عشان نناقش معاه آخر الأخبار صباح الخير يا فندم ونهارك سعيد صباح النور صباح الخير يا دكتور أكيد حضريةك طبعا متابعة كل ما يحدث في الشارع المصري يعني بدءا من خمسة أيام لحد مبارح وعقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية مؤتمر الصحفي كان فيه في المؤتمر أكيد أمور كتيرة جدا لازم نترحها النهاردة هو في الواقع يعني أنا موجود في الأحداث من يوم الخميس يعني طبعا من قبل كده لكن من يوم الخميس تحديدا أنا موجود في الشارع وفي مدن التحرير وفي محمد محمود وفي الشيخ ريحان وفي المنطقة القريبة من وزارة الداخلية محيط محيط كل الشوارع المؤدية لها يعني في الحقيقة وشايف كل حاجة لكن هو في الواقع بس يعني أنا عايز أقول حاجة وهو إن عادة القرارات والتصريحات دايما بتبقى متأخرة شوية عن حركة الشارع وأنا بعتقد إن لو كان 25 يناير 2011 تم اتخاذ أي إجراءات أو حتى قربنا من حركة الشارع بادري شوية الأمور بتهدأك ما كانش هيبقى فيه أي حاجة أصلا بس هي الفكرة وده اللي هو بيخلق تخوفات دايما إن بتبدو المسألة وكأنها إجبار وده بيولد طاقة سلبة عند الأجهزة الأمنية إن إزاي يتم إجبارنا فأحيانا يبقوا مارينين بس المرونة دي بتتبعها قسوة بعد كده ليه لإن فيه إحنا شغالين بمنطق الهزيمة والانتصار مش بمنطق الحوار مع الشعب الشعب اللي إحنا كلنا هو شعب واحد أصلا ما فيهوش أعداء وأصدقاء وما فيهوش أي حاجة فكرة بقى توليد مسألة العدو والصديق ومسألة صراع الإرادات ده بيجي منين ده عليه علامات استفهام كبيرة أول تفسير حضرتك للي بيحصل في مصر دلوقتي والكارسة بورسعيد وكل الأحداث المؤسفة اللي إحنا بنشهدها في مصر الأيام ده هو يعني إحنا مش هندخل في التفاصيل كتير لأن هي التفاصيل دي بتبقى خاصة بالداخل شوية والناس بتبقى جرقانة في تفاصيل لدرجة إن أحيانا بتنسى حاجات تانية وبعتقد إن وسائل الإعلام في مصر بتتكلم فيه مسألة إن كل يوم بتطلع علينا حاجة علشان ننسى اللي قابليها لكن أنا بعتقد إن الشعب المصري ده هو شعب مدهش يعني إنه يبدو إن هو بينسى لكن هو للأسف ما بينساش خالص وكل التركمات بتاعة السبع تلاف سنة هي موجودة عنده فعليا وهي دي اللي مطولة نفسه ومخليها عايش لغاية دلوقتي وليه آلياته الخاصة جدا جدا وآلياته اللي هي بسموها الآليات القومية للشعب المصري اللي بيتعامل بيها مع كل التحولات حتى لو السمن طبقت على الأرض مش فرق معاه لكن هو عارف هو بيعمل إيه وبيختزن إيه وبيعمل أي تركمات ولأي هدف وبالتالي التفاصيل دي كلها قد تكون مؤسفة فعلا ومرعبة وبتعطي إحساس بالمخاطر مش للكبار بس ده للأطفال الصغيرين في الحقيقة لكن هو ده مش خاص بمصر بس يعني اللي بيحصل ده مش خاص بمصر بس ده مصر جزء من خريطة كبيرة في العالم وجزء من كوس في شمال أفريقيا بيتجهز له سيناريو بدرجة أو بأخرى وأنا مش عايز ألجأ لنظرية المؤامرة ولا أتكلم عن نظرية المؤامرة وإنما بقى دلوقتي فيه قوس في شمال أفريقيا بيحكموا طيار الإسلام السياسي سواء ما مع البقايا الأنظمة السابقة أو مع الأجهزة المحسسات العسكرية أو الأجهزة الأمنية يعني خلينا نوضح لحضرتك بتقوله ده معناه أن في يا قلت مش هتكلم على مؤامرة بس ديك ده مؤامرة لا بص حضرتك هو في الحقيقة يعني أنا حضرت السورة التونسية من أولها لغاية آخرها ومشيت من تونس وكان راشد الغنوشي جاي من بريطانيا داخل تونس في اليوم ده يوم 30 يناير 2011 تونس ما كانش فيه دخل لأي حد خارجي بتونس ومصر كذلك ما تحضرش أي حاجة من برة وعايزين نقفل الباب ده خالص بقى وما نستقيش معلوماتنا من مصادر وسائل الإعلام بتتكلم عن أوهام في أن متحضرنا للحاجات دي لا 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 بقى فكرة الأجندات زي خلاص يعني الناس نسيتها ويعني هي كانت شيء سازق جدا ننساها شوية لأنه هو يعني أنا طيب أنا ليه قاعدين نقول نبص نص الكوباية المليان ونسيب إنه طبعا نبص نص المليان مش عايزين نشوف فيه ظلم اجتماعي مش عايزين نشوف فيه مشاكل مش عايزين نشوف فيه فساد مش عايزين نشوف فيه الطهار مش عايزين نشوف فيه ده النص مش ده النص الفاضي ده النص المليان بالمناسبة اللي هو كفيل إن لو حكتين اتحلوا منه هيزيدوا من تلحهم مصر ويكبروا مصر ودورها الإخليمة أكبر وبالتالي مش مؤامرة هو القوة الدولية فيه قوة دولية وممكن نسميها بالاسم ما قمتش بأدوار في الصورتين دول تحديدا ولكن الدول دي عندها في عقدتها القوة الاستراتيجية بتقول إن أي نقطة في العالم هي نقطة مصالح قومية ليا وبالتالي من حقات تدخل في أي مرحلة من مراحل سواء تطور الدولة دي أو مراحل الصراع فيها بتتدخل علشان توجه الأحداث في اتجاه يخدم مصالحها وبالتالي هو ده حصل هو ده اللي حصل بالفعل ويعني أنا مش فاهم يعني ما يبقى الغارب كله الولايات المتحدة كلها كانت ضد طيار الإسلام السياسي وبتوصفه توصفاته وفجأة نلاقيها بتتحالف معا يعني مش برضو ده سؤال يعني التحالف ده جديد ولا التحالف ده كان مقصود من البداية ده هو أصلا في حوار مفتوح بينهم من زمان أول من زمان من الخمسينات ومن الأربعينات في الحقيقة يعني الحوار ده مفتوح ولكن أما بتشتد القعدة الجماهيرية بتاعة هذا الطيار أو زاك أو هذه القوة أو تلك بيبتدي الحوار معهب أكثر جدية ويرتفع على مستويات وزراء خارجية ونواب رؤساء ومن الأفراد من الإدارات العليا وبالتالي ده حصل إحنا عندنا القعدة الاجتماعية اخترت الإخوان المسلمين ما فيش أي مشكلة لكن نفاجأ بأن دلوقتي إحنا بنفاضل ما بين السلفية الجهادية وبين السلفيين وبين الإخوان المسلمين قاعدين نفاضل بين طيارات إسلامية فنكتشف أنه طبعا هطلع لنا حاجة لطيفة منهم وحاجة كويسة أو لازم نقعد تحت معطافها هم بقى بيطرحوا إيه ده كلام تاني ممكن نبقى نتناقش فيه بعدين بعد صورة 25 يناير حصل انعدام للثقة بين الشعب والشرطة السقة دي كانت بدأت ترجع تاني وفعلا حصل وجود للشرطة في الشارع المصري كلنا حسينة بيه بعد الإنفلات الأمني حصلت كارسة بورسعيد وحصل تاني اشتباكات بين الشرطة والشعب شوفي هو في الواقع يعني أنا ماصري يعني مواطن ماصري بمشي في الشارع وكده وبركب الإيتوبيس وبروح الحواري والحقيقة الشعبية أنا بس كان بعز علي مش بعد 25 يناير من قبل 25 يناير في الحقيقة أما بوقف سواء مثلا وأقول له انزل يالا من العربي أما واحد بيبقى راكب مع ولاده وانزله أفتشه قدام بنته أو ابنه أو أقول له كلمة وحشة كلام ده كله كان بيحصل وده أنا بتكلم على الإهانات الصغيرة مش بتكلم على المستوى الأكبر بقى فعليا من الفساد ومن الإهانات ومين 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 أنا معرفش يعني هي أم مواطن أحسن من أم مواطن تاني ازاي يعني ما أقول له انزل يا ابن كذا أو انزل يا كذا يعني أمه مش أحسن من أم في الحقيقة أو يعني كل الأمهات كويسين لأنهم ولدوا ناس كويسين ومش لازم عشان تتعمل معي تتعمل معي وكده هوت ده كان أنا بتكلم على أدنى حد من الإهانات في بلاو السودة بقى الأعلى اللي مش هنتكلم عليها واللي هي فعليا قدت بدرجة أو بأخرى إلى فخدان الاحترام وفخدان الثقة والعداوة العداوة اللي هي احنا فيها دلوقتي بعد خمسة وعشرين يناير اللي فات حصل اللي حصل وبعدين ابتدى جزئيا الأمن يرجع إلى الشوارع ونفاجأ بأن في أحداث يعني شوفي في ظل الخريطة المتشكة دي واللخبطة اللي حصلة في البلد ما حدش يقدر يحدد أي حاجة لأن هنغرق في تفاصيل اللي عملها بتاع شركة مش عارف إيه اللي قالت عليه النيويورك تايمز النهاردة اللي هو مقرب مش عارف من مين ومن مين اللي في السجن فهنطلع قرارات نقولك نفرقهم طبعا على فقر حكاية حكاية ضرب حكومة تياطرة وتوزيعها طبعا والناس بتتكلم عليها أصلا من حوالي 7-8 شهر خلينا نأكد برضو أن من حوالي خمس تيام أو أربع تيام بالتحديد النواب البرلمان طلبوا بيها بطريقة مباشرة أن وزعوا سجناء تورا لأنهم مازالوا متهمين في قتل الثوار ومازالوا يعني أو الناس بتعتقد أنهم مازالوا بيعملوا ضد مصلحة الدولة فيعني أنا مش عارفة حضرتك مع القرار ولا ضده لا هو أنا إحنا بتدينا كلامنا بأن دايما القرارات بتيجي متأخرة بال7-8 شهر بعد ما الدنيا تدردك يعني بالبلد بعد ما الدنيا تقعت السهدم يعني طيب ليه يعني؟ وبعدين الفكرة أن مسألة المشاركة دي المشاركة دي مستويات في مشاركة مباشرة وفيه تحريض وفيه دفع فلوس وفيه تواطق وفيه إغماض عين لأن يعني السؤال اللي بالسئل البسيط خالصة كنا قدرنا نأمن انتخابات بمدة شهر ونص على مستوى البلد كلها مش قادرين نأمن ماتش كورة طيب هم إيما تدخلوش؟ يعني خايفين كانوا يدخلوا يقولوا مثلا الشرطة يعني عملت حاجة في الناس ولا شرطة كانت مقصرة ولا كانت متواطئة ولا كانت إيه لا ما هو ما هو إحنا يعني إيه أنا برضو ضد الاتهامات العشوائية وإن إحنا نوزع الاتهامات كده إن الشرطة دي كذا والجيش كذا والإخوان كذا والصوار كذا والبلطاجية كذا والحزب الوطني كذا والناس حكومة طورة كذا لا إحنا مش عايزين نعمل دا بقولك لأن هنغرق في تفاصيل وهو ضل مقصود بقى الغرق في التفاصيل دي وكل واحد يحتكب اللي ماشي جنبه وكل واحد يخون اللي ماشي جنبه لا فيه فيه أصول فيه أصول أما بنقول واحد اثنين تلاتة أربعة ده لازم يتعامل يبقى لازم يتعامل ما فيش يظهر في الموضوع دا لأن أنا بعتقد أن اللي بيحصل ده ده مستوى العلاقات السياسية والتأمرات السياسية بتاعة اتحاد الطلبة انتخابات اتحاد الطلبة وسنة تالتة ابتدائي والعالي اللي بيخصموا بعض وبيزعلوا من بعض وبيغيروا كلامهم بعد خمس دقائق طب عايزين نفسر اللي حصل في استاد بورسعيد اللي حصل في استاد بورسعيد في الحقيقة هو يعني نقدر نقول إنه هو جزء من المؤامرات اللي بتتم وحالة ما يتم تصويره بالفوضى يعني لأن هو في الواقع الرئيس حسن مبارك قبل ما يمشي من قبل ما يتنحى قال يا أنا يا الفوضى احنا فاكرين انت هيقلي كل دا وتكتم في الجرائع دلوقتي ما تروح شعار تاني يا احنا يا حرب أهلية يا احنا مين هقولك احنا مين في الواقع أنا الكلام دا طبعا مش بقوله من عندي وإنما هو كل الواقع هنا بيصوره في مصر وبرى مصر من وسائل الإعلام إنه هو فيه شكل من أشكال التحالف ما بين المجلس العسكري ومبانا الإخوان المسلمين والاتنين فيه شكل من أشكال التنسيق والتحالف باعتبار هو ده بالمناسبة مشروع في السياسة بمعنى إن النظام العسكري هو اللي تولى السلطة بعد تنحي مبارك وإن الناس دول نجحوا في الانتخابات ودي مسألة طبعية جدا إنهم ينساقوا لكن التنسيق واضح إنه ياخد أفاق بعيدة شوية يعني أفاق أبعد شوية على أساس بقى سستمت الدولة أو وضع آلية معينة للدولة شكل الدستور شكل الحكومات شكل الحاجات دي كلها صعب دلوقتي إن إحنا بقولك نتكلم عن تحالفات بالمعنى الكامل لأن دلوقتي فيه مشاكل بينهم وبين بعضهم اللي اتنين بس دي مشاكل أسرية بتتحلي لا خلينا نفهم يعني حددتك قلت إن فيه لو اعتقدنا إن فيه تحالف ما بين المجلس العسكري والحرية والعدالة أو الطيار الإسلامي أو يعني طيار الإسلام السياسي ما تقصده يعني والمجلس العسكري ما زال يدير شؤون البلاد وما زال في موقعه حزب الحرية والعدالة هو حزب الأغلبية داخل البرلمان المصري ليه مازال هناك اشتباكات في الشارع أو ليه مازال هناك من يريد يعني أن يسبب توطر في الشارع المصري لا هو التوتر مش للناس ده هو التوتر ده موجود كنتيجة نتيجة ليه ده توطر في أي مرحلة انتقالية لازم يحصل بعدها توطر في أي دولة في الدنيا وأنا بعتقد من التوتر بتاعنا سنة بس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على سبيل البسال سنة 91 قعد التوتر ده لمدة 9 سنين الغد سنة 2000 التوتر ده موجود وكان فيه حربيين وكان فيه انهيار اقتصادي للدولة وكان فيه حاجات كتير تعالين بص الرسل دلوقتي اللي هي بتعرض مساعدات اقتصادية على أوروبا في أزمتها الاقتصادية الفكرة مش في الفوضى لأن أنا ما زلت بقول أن الفوضى دي بين قسين وهو ده جزء من الحاجة الكبيرة عايزين يقول أن فيه فوضى وبقول لحضرتك واحد قال يا أنا يا الفوضى والبقين بقولوا يا إحنا يا الحرب الأهلية هو فعليا ممكن بدرجة أو بأخرى ممكن تبقى حرب أهلية بس حرب أهلية شوية هتبقى مختلفة في تفاصيلها عن الحروب الأهلية الكلاسيكية زي ما الصورة هي مش كلاسيكية برضو يعني الصورة فيه صورة عندنا بيشب المعايير الكلاسيكية اللي احنا متعودين عليها وبالتالي كل ما يتبعها وكل نتائجها ما هياش هتبقى نتائج نتائج كلاسيكية ومعروفة وعرفينهم محددينها بالورقة والآلة طيب زي ما احنا قلنا ان خلاص حصل تاني اتزاز للثقة بين الشعب والشرطة مرة أخرى هل الحل هيكون في هيكلة جهاز الشرطة من جديد؟ لا ده ده حل جزئي يعني هو ده أحد المطالب الجزئية ولاس المطالب الرئيسية لأن مصر أنا بس يعني عايز أعمل أقول حاجة مهمة جدا مصر دي ما هياش عشتين وبيتين وجمل وغنماية وحاجات بشكل لا ده مصر دي انتهيقل احنا عارفين قيمتها كويس بقالها سبعة تلاف سنة ودولة ضربة بجزورها في التاريخ بتحصل عليها فترات انهيارات وبتحصل عليها فترات صعود وبتحصل وبتحصل انتهيقل لو احنا عارفنا القيمة دي تانيقفا كويس قوي ان اما نقول هيكلت اجهزة الام مش عارف اللي بيحصل في محمد محمود اللي بيحصل دي كلها تفاصيل ممكن تضحك شوية لان في حاجات اهم من كده بكتير قوي وعلينا ان احنا شوية نبص مش زي ما قلت مش لخلافات الاطفال بتوع سنة تالتة ابتدائي والخلافات لا نبص الحاجة ابعت كويس قوي وهو تأثير ودور مصر الاقليمي والدولي اللي احنا فقدناه لمدة تلاتين سنة فقد ديه خالص بقى صفر يعني تقريبا ونبص لده وبناء على الهدف ده نبتدي نبني الداخل بتاعنا الداخل بتاعنا دوت محتاج ايه محتاج مجتمع شكل ويه محتاج نظام دولة شكل ويه دكتور أشرف خلينا نقول واحد اتنين تلاتة ايه الخطوات اللي لازم ناخدها عشان نركع الهدوء الاستقرار للشارع المصري تطبق العدالة القصاص لكل الضحايا شايف مصر ازاي في الشهرين الجايين لا هو هو في الواقع يعني انا ما اقدرش انا ادعي ان انا اقدر احط خريطة طبعا ولكن هو من الرؤيتي لي الوسائل الاعلام ومن الطيارات السياسية الناس دلوقتي بتجهز يا اما اضراب عام يا اما المجلس العسكري سلم السلطة طيب المجلس العسكري سلم السلطة المين بيطرحوا حاجات فيه ناس بتقولك المجلس دلوقتي يا اما المجلس الشعبي يا اما المحكمة الدستورية يا اما لمجلس وطني يعني حاجات بالشكل ده بس وفيه طيار تاني بيقولك لو المجلس العسكري ميشي الدنيا هتقع يا الفكرة طبعا احنا عندنا حاجة لطيفة لان احنا المصريين بيقولك عندنا تراث عظيم ان هو برضو مسألة هو اللي موجود في السلطة دلوقتي انا مش شايف غيره وبالتالي لو ميشي الدنيا هتقع رغم ان احنا تبقى يعني من سنة 52 لغض دلوقتي كان فيه جمال عبد الناصر بعدين حسن وبرك بعدين بقى فيه مجلس عسكري دلوقتي يعني اقصد الناس دي تبدلت ههمت اربعة طيب ليه احنا كنا بنقعد نعيط على الرجل اللي بيمود احنا ممكن نعيط عليه من قبيل العادات والتقاليد بتاعتنا ان احنا فقدنا رئيس او فقدنا مواطن بس ان انا اعضلتم طول الوقت واعض طول الوقت من داوداه ميشي يبقى الدنيا لا دا مصر دي فيها تسعين مليون نفر والتسعين مليون دول فيهم حاجات تشرف قوي وفيهم جواز النوبل وفيهم ناس مشهورة برة وفي حاجات تشرف يعني في بداء اكيدا لا احد يارف يحكم البلد لا مصر دي تشرف مصر مليانة ناس بس هي الفكرة بقولك احنا عندنا شوية اللي بيطلع بيخفي البقيين او اللي بيطلع بيدي حال الاخرين يعني حالة الابوية دي ان هو الاب وموت الاب وعيشة الاب والاب اللي هو قاعد مسيطر على دماغة في البيت وفي الشغل وفي الادارة وفي السلطة وفي مجلس الشعب الاب فكرة الاب دي لا ما احنا كل احدى عند ابوه كل احدى عند ابوه في البيت نبتدي بقى نتعامل بشكل شوية متحضر وبقى فيه ديمقراطية حقيقية مش هنعمل صور للديمقراطية وحاجات شكلية واوهام ونبتدي نضلل مش نضلل احنا ضيعنا 3-4 اجيال في التلاتين اربعين سنة اللي فاتوا وهنضيع اجيال لسه طلع مش معقول يعني في بيان قدموا بعض نواب مجلس الشعب لاقالة وزير الداخلية او اقالة حكومة الجنزوري رأي حضرتك ايه فيه اه يا دي حاجات طبعا المفروض اصل ان الوزير الداخلية ما بيحصل حاجة زي كده هو بيقدم استقلتم من نفسه بس احنا لسه العرف ده مش موجود عندنا برضو في مصر وما بنتعملش كده هو نقعد فيها بقى لغات ما تخلص والفكرة انها تحدي يعني الناس بتدخل بتدخل في تحدي مع بعضها ايوة وبعدين فيه اصل بيبقى فيه منظومة بقى بتبقى فيه منظومة وسرية اصل بتتكون الناس بتتجاوز من بعضها وبتنسب بعضها وبيخشوا اسهم في شركات وبتاع فصعب جدا ان انا دردك الدنيا كلها وهدها وتبقى خلاص بقى فلان الفلان هروح ولا هيجيب رجلين البقيين فهي الفكرة فكرة الجمود ان هو ده جي خلاص سيبه بقى يا عمه هو اللي عارف كل حاجة واحد يقولك الجنزوري عارف كل حرف مصر لا والنابي طب واللي عايشين في الحواري مش عارفين الحواري اللي فيها يعني احنا يعني يعني عايزين ايه والدكتور الجنزوري على عينه على رأسنا احنا مش بنتكلم عن اشخاص دلوقتي ولا منمسها اشخاص في هيبيتهم ولا في كرامتهم احنا بنتكلم عن شخصيات رسمية من حقنا نتعامل معاها قدامها من وراها بالطريقة اللي احنا بنتكلم بها دلوقتي دكتور اشخ صباغ الكاتب والاعلاني بشكر حضرتك جدا عوجودك معينا النهاردة شكرا بنشكر حضرتك مشاهدينا خلصت معينا الفقرة النهاردة وكمان خلص يومنا كله وبكرة ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد ونهاركم سعيد